بعد جدل طويل دار حول خلاف سعودي إماراتي قيل إن ملامحه زادت وضوحا بعيد قرار مثير للجدل أصدره الرئيس هادي تضمن إقالة اثنين من كبار المسؤولين تعود التصريحات السعودية والإماراتية لتنفي ما كان دائرا التصريحات التطمينية حول عدم وجود أي خلاف عادت لتحسين صورة التحالف بين الدولتين متجاوزة كما كبيرا من اللغط الذي تم تداوله في الفترات السابقة وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان قال إن الحديث عن خلاف بين القوات السعودية والإماراتية في اليمن هو مجرد إشاعات نافيا ما تردد عبر وسائل الإعلام عن وجود خلاف بين البلدين سبق هذا التصريح تصريح وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي قال إن الموقف السعودي الإماراتي حول اليمن صلب ومتماسك ويسعى إلى عودة الدولة واستقرارها لم يكن الجديد حضور هذه التصريحات بقدر ما كان الأجد وهو تشكيل لجنة تنسيق ثلاثية بين اليمن والسعودية والإمارات برئاسة اليمن هذه اللجنة بحسب المعلومات الأولية تم تشكيلها لرفع مستوى التنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة وإنهاء الحالة الإنقلابية ممتدة الجغرافية اللجنة ستشمل أيضا ملف مكافحة الإرهاب والعمل على تطبيع الحياة في المحافظات التي تم تحريرها وفيما يمضي المشهد إلى رفع مستوى التنسيق العملياتي في أوساط التحالف يذهب البعض إلى الحديث بأن هذه اللجنة قد تكبل عمل السلطة الشرعية فيما يرى آخرون أن تشكيل اللجنة لن يمضي إلا في طريق احترام المعادلة الثنائية لكل من الشرعية والتحالف والعمل من أجل تحقيق هدف استعادة الدولة